السلام عليكم اليوم سنشارك معكم بسمن ممرق مقرمش ويأتي خفيف بطريقة سهلة نتمنى أن تنال إعجابكم لا تنسوني باللايك للتشجيع وبارتجي الفيديو مع الأحباب نحتاج كمكونات زلافة فينو قمح الصلب وزلافة دقيق أبيض يضعف كمية نضيف لهم ملعقة صغيرة ملح ونضيف ملعقة صغيرة عسل يعطينا اللون المسمن يأتي محمر ومدهب ويجعله كذلك يأتي مقرمش ونضيف لهم القليل من الحليب بأذى غير كأس صغير نضرت الربع دياله نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب ملعقة صغيرة أو دانون مسوس ونضيف ملعقة كبيرة ونضيفه نضيف حليب ونضيف ملعقة ونضيف ونضيف نضيف حليب ونضيف حليب نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف نصف زبدة و نصف زيت و الفينو سوف نأخذ كويرة سوف نطلقها نضيف العجين لا يعدب سوف نطلق بشهولة نضيفًا نضيف الزية الزيت و غذر نضيف الجيل هذه العملية سوف نفعلها للكوارات التي لديها كاملين سوف نفعلها بنفس الطريقة بالنسبة للزبدة ستعملوا اي زبدة حيوانية او نباتية تكون اختلاف غير في المعذق وما اللي نصيب الكوارات كاملة سوف نأخذ اللولة اللي صيبت كتكون ارتاحة ونطلقها ونمرو من دون طيب نحاولو ما نخليوها شغليدة كتكون على هاد السمك وكنكنو سخنا المقلات من الافضل نستعملو مقلات اللي تكون تقيلة ونرشوها بالزيت وكنوضعو فيها المسمنا ديانا غير تشد فراسة منخليوش تحمر غير تشد فراسة كنقلبوها وغير تبداعو الثاني كتتنفخ صافيك نقلبوها سوف يتنفخ وكتورق مالي كتنفخ يعني المسمن ديانا غادي يجي ممرق كيف كتلاحظو مالي كتنفخ كي بدك يتحل من الداخل وكي يجي ممرق سوف يغدابا غادي نقلبو فيه حتى كنحمروه من الجهتين ما كنخليوش يتحمر من جهة وحدة ونقلبوه يتحمر من الجهة الأخرى كنبقى نقلبو فيه وكندوروه سوف ينحيدوه وكنستمرو بنفس الطريقة كنرشو المقلات بالزيت كنديرو فيها المسمنة غير تشد فراسة كنقلبوها وكندورو نقلبو فيها حتى كتنفخ سوف ينحمروها ونحيدوها المسمنة كامل كيتنفخ من اللولة حتى اللخرى غير تتابعو نفس الطريقة من اللولة حتى اللخر وغادي تحصلوا على نتيجة رائعة اللي غادي تعجبكم وغادي تولي معتمدة عندكم كي يجي المسمن هشيش ورطب ومقرمش من على بره كيف كتلاحظو كي يجي مرق طبقه على أختها وصفة اللي ناجحة مئة بالمئة كنتم منا تعجبكم بارتاجيوها مع الأصدقاء والأحباب وخليوا لي يا لايك للتشجيع ولكنتو أول مرة تشوفوا القناة ضغطوا على الزر الأحمر للاشتراك